أربع ودي مهمة جدا 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 ربنا بيقولي في الكرآن بسم الله الرحمن الرحيم لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عندنا حكتين مش عايزة تخافي مش عايزة تحزني ناس كتير جدا جدا بيجروا في الدنيا عشان يلحكتين دول مش عايز يخاف وعايز بقى مطمئ مش عايز يحزن خالص عايز دائما يبقى مبسط تم احنا عندنا الحل له طيب قال لأن أولياء الله طيب يا رب ازاي يكون أولياء الله يعني عدى صلي بقى واصوم بقى لا وطبعا حاجات دي كلها جميلة بس أولياء ربنا هم اللي بيسمعوا كلامه طيب أنا في سنوية عامة أقعد أعمل إيه اللي أنا طلبة منكم حاجة واحدة بس على الأقل اللي أنت يعارفين ربنا بيقول عليه عملوه اعملي تاني على الأقل اللي أنت يعارفين مش عايز يقولت لكم نص وصفحة كنت بقول لكم يقرأهم على الأقل لو شفت حاجة مفروض أن أنا أعملها أعملها هقول لكم على أمثلة بسيطة كده تعالوا في السنوية العامة الصهر أهو ده حاجة ربنا مقلناش عليها فعشان كده النوم بدري والصحيان بدري ده ربنا أقلن عليه طيب حاجة كمان بقى ومهمة جدا إيه هي فكرة الغش ما نغشانا فليس منا مخشش نيتي إن أنا غش وبص على ده وبص على ده لأ حتى لو إيه حصل والله لو هو ده اللي هيخليك تجيبي 100% جربي وما تعملهوش وأقسم بالله أنا بأقسم شوفي ربنا هيفتحها عليك إزاي لنا فتحنا عليك فتحة مبين هتلاقي ربنا بصي أو بصي مثلا عملك طريق أنت بتخيلوش فالغش لأ قول لي نفسك الأنهار دي ربنا والله مش عشان درجة لأن أنا عارف وما توفيقي إلا بالله طيب حاجة كمان بقى وأنا شفتها مع ناس كتير قوي إيه هي بقى وعارفة إن اللي بيسمعني ممكن يكون عملها قبل كده الدرس أو الحصة أمه 50 جنيه أو 70 جنيه اللي أنتو بتروحوا تقول الماموتكو ده 100 جنيه ده حرام تاني بتحصل كتير وناس كتير ما تلغباتها في حياتها ومش فاهمة إن كان ده السبب ده حرام الدرس بـ 50 جنيه هو بـ 50 جنيه الدرس بـ 100 جنيه هو بـ 100 جنيه ما روحش أضحك على بابا وماما وقلهم إيه أصل الدرس بك أصلهم ما بيدونش ما فيهاش مبرر المفروض إن كل واحد على نفسه إيه بصيرة ولو قلقى ما فيش معزير ولا في إيه إن أنا قاعد بقى أضحك فيش كلام ده فيعني ربنا هيترح البركة فلو بيدوك عشرة ربنا هيترح لك البركة فيها أصل ما بيعملوش وأصل بوخل فيش مبرر خد منهم صح أنا بقولك وبعمل اللي علي وإنت على نفسك يعني إيه أو إنت اللي بتسمعيني أو إنت برحتك مش عايز تتميز ولا عايز تتوافق في حياتك ما تعملش أنا بقولك علي بس خدوا بالكم معلومة دي بيبقى على الأقل اللي أنا عارفة أعملو واحدة مثلا بنت قاعدة في الدرس بتاعت تخشوا صاحبتها وبصي عاملة إيه وبصي لابسة ونقض نغمز ونويلون كل إيه هم ذات اللومس فبلاش بلاش أتكلم على حد بلاش أغمز بلاش أهمز يعني على الأقل الحاجة اللي أنتوا عارفينها ما تعملوهاش الحاجة اللي طلعت في النصف صفحة بلاش أعملها في الفترة دي وبعد كده إن شاء الله هتفهموا بقى ودينا اتطور معاكم أنا كنت دايما تخيل أنت كده لما يكوني بتعملي حاجة عشان خطر ربنا أو بش هعمل ده عشان خطر ربنا فكان دايما دايما أنا ساعة لما كنت على السرير ساعة موضوع رجلي كنت دايما أقول إيه لماذا لا تصيبك سهام القدر لما قمت يعني وكنت بتكلم معنا فدايما كنت أقولي الكلمة دي لماذا لا تصيبني سهام القدر قلت إيه لإني وقفة جنب الرامي لإن أنا معاي ربنا إلا هيصيبني وأنا معاه فاخدش بالك من معلومة دي قوي وخليكي مع ربنا وما تعمليش اللي يزعله منك رقم خمسة متم منين